اهلا بكم في درس النهاردة هنتكلم فيه عن الخضرات كل اسامي الخضرات الشائعة جمعناها لكو علشان تعرفوا تستخدموها ومش بس كده علشان تعرفوا اسمها سواء كانت في المفرد او الجمع ومن الاداة هنعرف كمان اذا كانت هي مؤنسة ولا مذكرة يا ترى الفرق ما بين الكلمتين اول كلمة معي اللي هي لفردورة اولا هي يعني طبعا القواعد هي كلمة مفردة لفردورة سينجولاري فمينيلا خلاص كلمة مؤنسة مفردة ولكن لفردورة هتبقى ايه؟ بلورالة فمينيلا يعني كلمة جمع ومؤنسة هل هو ده بس الفرق ما بينهم وبين بعض ان واحدة في المفرد واحدة في الجمع؟ لا لفردورة لما بنستخدمها بنبقى مقصود ان احنا بنتكلم عن الخضروات بشكل عام بدون اي تحديد لكن لما بنقول لفردورة بتكون سينيفيكاتو سبيتشيفيكو سينيفيكاتو سبيتشيفيكو يعني معنى محدد انا بقولها لك عشان لو سمعتوها في المدرسة تبقوا فهمين علشان تفهموا المعنى اكتر هندي مع بعض مثال او ازامبيو على عشان تفهموا الفرق ما بين المعنيين وازاي توظفوها اول كلمة هنقول ايه مبيعتش منجاري لفردورة مبيعتش منجاري لفردورة معناها ان انا بحب او بيعجبني او بحب ان انا اكل الخضروات لفردورة زي ما انتو شايفين قلناها اللي هي الخضروات بوجه عام محددتش نوع معينة بقى اتكلمت عن لفردورة تمام؟ طيب طيب عاوزين ان احنا ندي مثال على كلمة لفردورة اللي هو احنا فيها بنحدد نوع الخضار او بنحدد احنا بنتكلم على ايه بالزبط فخلونا نقول ان انا ممكن اقول ايه او بريباراتو اونا باستا اللفردورة يعني انا حضرت مكارونا بالخضار وممكن بقى ابدأ ان انا اقول الانواع فاقول مثلا زكينة بيبراني وهكذا يبقى هيا دي المقصود بمعنى كلمة فردورة اللي هي ان انا بتكلم عن معنى محدد للخضار او عن انواع محددة في الخضار افتكروا ان احنا هنبدأ مع بعض دلوقتي شرح اسماء الخضروات والمفروض ان احنا هنحفظ الاسماء دي ومعاها الارتيكولو علشان ده هيسهل معانى كتير لما نيجي ان احنا نحفظ او نذاكر مع بعض الادوات وهيسهل معانى واحنا بنتكلم عن المفرد والجمع وهيسهل معانى واحنا بنتكلم كمان عن المؤنس والمذكر فاحفظوها بليز زي ما هي كده هوت بالاداة بتاعتها تمام ناس كتير طلبت مني ان اقرر الكلمة اكتر من مرة للأسف ناس كتير كمان اشتكت ان الموضوع بيجي لها ممال ان هي تسمع الكلمة متكررة اكتر من مرة وهي عارفها تحس اكي ان حاجة بتزن في ودانها فاحنا هنعمل ايه احنا هنعمل حل وسط ان احنا هنقول الكلمة ونسيب فاصل بحيس ان انتو تبدأ ان انتو تقولوا في سركم الناس اللي حاسس ان هو محتاج يقرر اكتر ممكن ان هو يقف على يعمل سطوب للفيديو ويبدأ ان هو يقرر تاني اكتر من مرة ويسمع وهكذا البطاطا البطاطس الكاروتا البطاط 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 Le cipolle Il basal Il pisello I piselli Il basalio O il besello Il fagiolo I fagioli Il fasolio Il fagiolo Il fagioli Il fagioli Il fagioli Il fagioli Il fagioli خلي بالكو انا عن نفسي بطلخبط ما بينهم في واحدة لبيا واحدة فagioli فانتو بقى خليكم عارفين وقولوهن في التعليق في il fagioli وفي il fagioli lini اللي هي واحدة تقريبا لبيا والتانية fagioli lini اللي هي الخضرة اللي بتطبخ إيلمايس أو إيلمايز بيناس بتقولها كده اللي هو معناها ذرة اللي هو الدرة طيب هنعده ازاي علشان ان احنا نقول مفرد ونقوله في الجمع هنقول لابانوكيا لابانوكيا ديمايز يعني كوز البانوكيا اللي هو الكوز كوز الدرة لابانوكيا ديمايز والجمع لابانوكيا ديمايز كيزين الدرة لاليو التوم عايزين نقول كده بالبلدي راس توم نقول لاتست داليو لاتست داليو اللي هي راس توم طيب الجمع بتاعها تبقى لتست داليو اللي هي الجمع بقى كم راس توم طيب عاوزين نقول فصة توم عدنا وليني فصة توم اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي لي اللي هي اللي هي اي رابانالو اي رابانالي بس الفجل الصغير لحمر فيه الفجل الكبير اللي هو الارابه هو بتبقى راسه كبيرة الخاص الخاص اللي هو اللي بتحطه في الشربة ده اللي هو اسمه الكرفس الطماطم الطماطم بيبقى منها أنواع فخلونا نقول بها اللي هي الطماطم اللي هي الصغيرة وفيه ناس بتقول عليها بومودوريني بومودوريني اللي هي تصغير الطماطمية فبتبقى يعني معناها الحجم الأصغر بومودوريني فيه كمان نوع طماطم بيكون عامل كده زي القلوب طماطمية كده حبقى وريكي شكلها بتبقى عاملة زي القلوب دي اسمها كواري دي بوة كواري دي بوة اللي هي طماطم شكلها كده تبقى عاملة زي القلوب تبقى كبيرة شوية تلحج وتبقى طلع لها كرمشة كده من الجناب حبقى وريكي شورت هون طيب فيه الطماطم اللي احنا بنقول عليها طماطم البلح طماطم البلح اللي هي ايه داترينو او داتريني داتريني اللي هي نوع برضو من الطماطم اللي احنا بنسميها الطماطم البلح il peperone i peperoni يعني الفلفل il peperone i peperoni il broccolo il broccoli اللي هو ال broccoli il broccolo il broccoli il cavolfiore il cavolfiore اللي هو الأرنبيط او الزهرة على برضو رأي السوريين il cavolfiore il cavolfiore il cavolfiore lo spinaccio lo spinaccio lo spinaccio دي قليل جدا لو سمعتوها لان اكيد ما فيش واحد بيروح يأكل ورقة واحدة ورقة سبانخ يعني واحدة ولكن احنا دايما بنقول lo spinaccio بس هي عمتا المفرب بتاعها lo spinaccio وهي المعتاد والشائع اللي احنا بنستخدم الكلمة اللي هي lo spinaccio اللي معناها السبانخ او اوراق السبانخ la zucca la zucca la zucca اللي هو القرع او الجرع الحمرى على رأي اخواتنا المغربة يقولوا على الكوسة الجرع الخضرة وعلى على اسمو اي دا على القرع اللي هو القرع العسل داي يقولوا عليه القرع الجرع الحمرى la zucca la zucca il finaccio il finaccio il finaccio il finaccio il finaccio اللي هو الشمر او الشومر على رأي اخواتنا العرب اللي هو شمر هو بيتحط كده في السلطة بيبقى زي خضور بيتحط في السلطة الشمر الكارتشوف الكرمبة المكرمشة قوي قوي لورقها مقاعد دي هي دي لفيرزة لفيرزة لسباراغو ليسباراجي اللي هو الهليون عيدان خضرنا حطو الكسرتها هنا هتعرفوها على طول يبقى لسباراغو ليسباراجي اللي هو المشروب أو عيش الغروب الكونغو يكونغي الا ملانزانة ليلانزانة البتشيجين ليلانزانة ليلانزانة البتشيجين الرومي البتشيجين الرومي بتعلم الشاتريولي البوررو الكرات الناس اللي عايز تعمل العينة الطعمية في البيت البوررو البورري وبما اننا ذكرنا صيرة الطعمية نجيب بقى صيرة الفول الحراتي طبعا الفافة الفافة اللي هو الفول يمشي فو العادي يمشي فو الحراتي يمشي فو الماتشوش يمشي فو النابت كل ده طبعا كلمة ايه الفافة الراديكي اي راديكي عارفين الخص اللي بيبقى لونه احمر اللي بيبقى ربط كده في بعضه ده اللي بيبقى كورة هو ده الراديكيو اي راديكي اللي هو بيبقى على موف على محمر بتغامل هو ده طبعا درس الخضار كبير وفيه كلمات كتير وناس كتير منكم اشتكوا قالوا ان احنا ماينفعش ان احنا الدرس يكون كبير علينا فعشان كده قررنا ان احنا نعمله على جزئين ونكمل بقية انواع الخضار استنوا بقى في الجزء التاني الجنزبير والخضروات اللي هي الورقية زي مثلا البقدونس والشبت والحاجات دي فاستنوها ان شاء الله في الجزء التاني مع الاسئلة ازاي نسأل ازاي نختار الخضار بتاعنا ونقول لو في اي اتمنى ان الدرس يكون عجبكم شكرا ليكم ولمتابعتكم متنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس الى براسيما